اهلا بيكم في فيديو جديد والتوقعات العاطفية لموليد برج الدلو ان شاء الله. توقعات هتكون بشكل عام لكل فئات البرج متزوجين عاطبين منفصلين. اه وطبعا القراءة ممكن تنطبق على البعض وممكن لا تنطبق على البعض الاخر. اه كمان ممكن تكون عاكتية كل حد بيبقى عارف الوضع بتاعه او الحالة بتاعته ايه. اه هنقول هبدأ معاكم القراءة لموليد برج الدلو بالطاقة بتاعتك انت في الاول. واه اهلا وسهلا بيكم. الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو ممكن تكون انت انت على سفر او انت مسافر او انت متحير في الوقت الحالي بشأن علاقة سلسية. اه يعني او عندك حيرة او انت مع شخص عنده علاقة تانية وانت بتفكر في الوقت الحالي او انت في مرحلة اختيار في الوقت الحالي. كمان شايفك ممكن تكون مدي دهرك العلاقة اه 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 سلسية وفي اختيار محدد انت اخترته يعني اه يعني انت في الوقت الحالي اه في مرحلة اختيار او انت مع شخص في مرحلة اختيار اه اه شايفة في عندك في الطاقة بتاعتك اه انت بالفعل في اه تم اختيار وانت في مرحلة فيها اه بداية جديدة اه او انت اه مستني انت فيه شخص منجزب ليه جدا ومستني ممكن الشخص ده يكون من برج نيري او برج هوائي او ترابي برضو. اه فانت عايز بداية جديدة مع الشخص ده وعايز تحقق معاه انتصار وعايز تحس بتوازن وانت شايف ان الشخص ده ممكن اه علاقة كقدرية او اه اه يعني فيه فيه تجازب قوي جدا بينك وبين اه بين الطرف التاني انا شايفة انت البتهاش اه مش عايزة اقول حب يعني مش شايفة فيها تفكير فيها حيرة فيها انجذاب لشخص معين فيها اه رغبة في تحقيق اه اه توازن وتحقيق اه نصر بتوجودك مع الشخص ده وشايفة فيه فرصة يعني فيه فرصة جايي لك او فيه عطاء قوي جاي لك في الفترة اللي جاية سواء يخص يعني دي طاقة عامة سواء يخص علاقتك بالشخص ده او اه يخص حياتك بشكل عيني بر جدا. اه بالنسبة لطاقة الطرف التاني او طاقة الشريك اه انا شايفة الشريك اه يعني اه ليه يعني فيه عرض عنده ليك عرض جدي الشخص ده عايز معك استقرار لو انتو موجودين مع بعض فالشخص ده عايز معك استقرار وعايز معك اعلاقة طويلة المدى يعني اه لو انتو منفصلين فالشخص ده عايز يجي لك بعرض جدي وعرض فيه عرض حقيقي يعني اه فيه استقرار اه هو متردد في الوقت الحالي ممكن يكون متخوف من شيء ممكن يكون خايف تكون انت في علاقة او هو اه مستني اه يرتب خطوات يعني مستني يعمل خطوات اه وده هو شايف ان هو هياخد منه الوقت لكن ما ينفعش اه ياخد خطوة غير لما اه يعمل الحاجة دي لان هو عايز العرض بيقدمه يكون عرض حقيقي اه بشكل كبير اه كتير من النقوة هتكونوا في علاقة ثلاثية اه وفي مرحلة اختيار لان انت عندك في الطاقة بتاعتك وهو في الطاقة بتاعته ففيه علاقة ثلاثية وفيه مرحلة فيها اختيار في الوقت الحالي اه لو انت اه اه شايف او انت عارف ان هو في عنده علاقة ثلاثية فهو مختارك انت والعلاقة الثلاثية دي اه انتهت او بتنتهي في الوقت الحالي انا شايفها بتنهار في الوقت الحالي والشخص ده اه عنده مشاعر حبي لك قوية جدا وفي طريقه لان هو يزيل عوائق موجودة في العلاقة وعاود يبدأ اه معاك بداية دي ده يا برج الدلو. اه ففيه اختيار بيتم في الوقت الحالي وانت منتظر كمان اختيار يتم واختيار يكون فيه انتصار ليك ويكون يحقق توازن بينك وبين الشخص التاني او يحقق يحقق توازن في حياتك عموما يعني. اه فدي الطاقة بتاعتك انت والطاقة بتاعته هو الابراج او الطاقات اللي موجودة في القراءة. انا شايفة اه برج الاسد الجوزاء العقرب الحبل. الجوزاء تاني. الميزان العزراء. اه برج الضور. الحوت. القوس. اه. دي الابراج اللي موجودة. الطاقات موجودة كل في كل الطاقات. طيب نروح للمشاعر الشخص ده. مشاعره في الوقت الحالي. الشخص ده ممكن يكون تعبان في الوقت الحالي. ممكن يكون مريض. ممكن يكون اه عنده مشاكل اه وبيعاني كمان من مشاكل من من الماضي. كمان اه ممكن يكون فيه عنده اه يعني حاجة تعبية. يعني ممكن يكون هو يعني اه مريض في الوقت الحالي. مرض عضوي او جسدي. وكمان ممكن يكون متقلم نفتيا بشكل كبير. كمان عنده افكار كتير اوي الشخص ده بتتعبه اه بالذات في في الليل. اه يعني ممكن في غير كده بيعيش حياته بشكل عادي. لكن عنده افكار بتتعبه جدا بالليل. اه تخص الماضي. تخص علاقته بيك. اه اه تخص الطفولة بتاعته. ممكن. اه تخص يعني الشخص ده ممكن يكون كان اه يعني كان بتحصل حصله ازمات كتير. كان ممكن حد كمان بيعمله معاملة سيئة. اه والمعاملة دي سيئة في طفولته او في الماضي. والمعاملة دي اثرت على الشخص ده او على افكاره. اه كتير بيفتكر كده. اه عنده اه شايفة فيه عنده اه عدم توازن في الوقت الحالي. اه محتار بين حاجتين ممكن بينك وبين شخص تاني. او بينك وبين حاجة تانية. او عنده مشكلة في الاموال في الوقت الحالي. يعني في الوقت الحالي هو ممكن يكون بيمر بازمة مالية. او عنده مشاكل في الشغل. يعني ممكن يكون في الشغل اه بيمر بمشاكل او ما بين ان يرجع او ما يرجعش او بينك وبين طرف تاني. كل حد طبعا عارف الحلقة بتاعته. لو انت عارف ان هو ما عندوش طرف تاني يبقى ما عندوش طرف تاني. انا مش بقول مش جاي عرفك هو عنده او ما عندوش. اه انا بقول لك حالة الشخص. وانت عارف لان الكراءة هنا عامة. فانا ما اقدرش اكذب بان فيه او مفيش. فكل حد بياخد بالشكل المناسب لي يعني. اه مشاعره تجاهك مشاعر كويسة جدا يعني مشاعر اه حب. مشاعر بيشوفك انت الام. اه سواء انت راجل او ستة اللي بسمعني. فعنده مشاعر انك انت شخص انت اللي بتقدر تحتويه. اه انت شخص اه اه عندك حنان ليه. اه عندك اه اه يعني اعطاء كمان. اه فهو بيحس معاك احاسيس قوي جدا. ممكن اه لو انت ستة اللي بتسمعيني فممكن انت بالنسبة للشخص ده اه ام ولاده. اه انت مصدر عطاء خير بركة وفرة. اه عنده مشاعر قوية واحاسيس كويسة قوي تجاهك. لو انت رجل برضو اللي بتسمعني من من برج الدلو. فالشخص ده اه بيشوف انك انت شخص اللي بتقدر تحتويه. وانت شخص اللي حنين عليه او او بتسمعه كويس. اه انت في حياته بتحقق له توازن. بتحقق له سعادة. اه بيحس بامان بطمأمينة. اه احسست وجود الامة. كمان بيحس ان حبك ليه ممكن انت حسسته ان حبك ليه غير مشروط او مش اه معلق بشيء معين. اه كمان عنده في مشاعره فدي مشاعر حب قوية جدا وانجذاب ليك. اه بشكل كبير يا بور جدا. اه سواء على المستوى العاطفي او الجثة دي كمان. اه ده بالنسبة لمشاعره. تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. اه شايفه في تفكيره او افكاره اه تجاهك فيه انجذاب قوي ليك جدا. اه الشخص ده ممكن يكون اه احيانا بيبقى متعصب متهور. اه ممكن العلاقة فيها اون اوف كتير يعني اه بيسيبك ويبعد ويرجع ويبعد وكده. اه ممكن يكون شخص اه شوية متهور في تصرفاته. ممكن تكون طاقته نارية. حتى لو هو برج تاني. احنا قلنا قبل كده ان البرج شيء والطاقة اه شيء تاني. يعني ممكن انا اكون برج ناري. وطاقتي في الوقت الحالي مائية. يعني عندي المشاعر والرومانسية وحساسة زيادة عن اللزوم. طاقتي مائية. رغم ان انا برج ناري مسلا. فهي دي الطاقة وهو ده البرج لو انتو مش عارفين يعني الطاقة والبرج. فهو طاقته اه نارية اه او افكاره. اه اه شخص ده قلبه موجوع قوي. حاسس بوا. هو حاس ان هو وجعلك قلبك او انتو فيه بينكم مشاكل متكررة. او في حاجة تخص طرف تلت. طرف تلت اهل. اه طرف تلت افكار. افكار مش كويسة. اه او طرف تلت يكون شريك عاطفي فعلا. كل حد زي ما قلت عارف الحالة اللي هو موجود فيها. ممكن الشخص ده قلبه موجوع بسبب كده. او اه يكون انتو حصل بينكم مشاكل كزا مرة. هي هي. يعني مش مشاكل متكررة مختلفة. لأ نفس الشيء هو هو بيحصل في العلاقة. كل مرة مش بيتغير. فهو ممكن حس ان هو واجع قلبك بتصرفاته دي او بالغلط اللي هو بيعمله ده كزا مرة. او العكس. هو قلبه موجوع منك بسبب حاجة انت عملتها كزا مرة. اه بيبحث الشخص ده عن توازن عن عدالة في الوقت الحالي في تفكيره. عن ان هو يدي لك حقوقك لو هو اللي حاسف او لو هو اللي ظلمك. او لو هو اللي مظلوم منك. فهو بيبحث في كل الاحوال اه طاقة هو فيها بحث. ممكن الشخص ده يكون شخص روحاني. اه ممكن يكون شخص اه تفكيره ناضج اه في الوقت الحالي. اه ممكن يكون اه اه منعزل لو انت بتشكت في علاقة ثلاثية في الشخص ده ما عندوش اه في الوقت الحالي هو الوحده. انا شايفاه هو الوحده. حتى لو هو في علاقة فهو الوحده في الوقت الحالي. اه نحتاج ان هو يفكر ان هو يبحث عن حلول ان هو يبحث عن توازن ان هو يبحث عن العدل بينك وبينه. او المساوية في الاخذ والعطى بينك وبينه. فانا شايفة طاقة الشخص ده فيها بحث فيها بحث كمان بسبب آآ زي ما قلت آآ ان هو قلبه موجوع او مقصور في الوقت الحالي. او ان هو آآ بسبب العلاقة فيها ان اوف كتير. وعدم توازن ومشاكل وكده. فشخص ده بيبحث في وقته الحالي طاقت وبحث عن حلول. آآ نويات تجاهك او تجاه العلاقة. آآ زي ما قلت الشخص ده في نويات محتاج ان هو يتشافى آآ يعني الشفاء من الام كتير قوي. يعني هو عنده التنفسات. التنفسات دي هي ممكن انتهاء لمرحلة الالم. هو كانت سلبي مقلم جدا لكن في نفس الوقت فيه جانب كبير قوي ايجابي. ان هي دي اخر مرحلة. هو ده الجانب الايجابي. ان دي اخر مرحلة. ان اللي بعد كده آآ لازم الشخص يقوى او لازم يقف على رجله. لان مفيش بعد كده قلم او مفيش بعد كده آآ حاجة تاني هتحصل. في اما الشخص ده لو هو ضعيف يستسلم ويفضل موجود في مرحلة القلم الكبيرة الفضيع اللي هو فيها دي ويفضل مستسلم لها ونايم كده. او ان الشخص ده آآآ خلاص آآ كل السيوف كده اخدها. آآ فيبتدي يقوم ويبدأ من اول وديد. فانا شايف الشخص ده فعلا آآ بيدور على شفاء بي آآ على توازن على آآ آآ يعني عدالة في الاخذ وفي العطى. آآ فهو هيقوم يعني هو عنده القوة ان هو يبتشفي من وضع زي ده. آآ بيفكر فيك جدا بشكل كبير. آآ شايف انك انت فرصة آآ شايفك كمان الشخص ده آآ غير مشاعر الحب فيه مشاعر تقدير. شخص ده بيقدرك. يعني انت بالنسباله آآ آآ مش آآ شيء قيم مش معناها انه انت شيء. آآ هو طبعا كلنا شيء. يعني في القرآن موجود ان كلنا شيء. آآ كمان هو شايف انك انت شخص آآ يعني اساسي في حياته. او انت شخص زوقي ما في حياته. آآ في نوايا آآ فيه اسرار. ممكن حس انك انت بتخبي عليه شيء. حس انك بتخبي عليه حاجة. او حاسة انك آآ آآ شخص غامض. وهو مش قادر آآ يعرف حقيقة آآ مشاعر اتجاهه. آآ آآ بيرقبك الشخص ده في نوايا. في نوايا الشفاء. الشخص ده محتاج يتخلص من اشياء تلبية كتير في حياته. آآ وكمان آآ محتاج ان هو ممكن تلاقيه بيتجاهلك. في الفترة اللي جاية ممكن يبقي تلاقيه يتجاهلك. آآ او آآ تلاقيه ان هو بآآ شخص غامض. آآ هو ممكن يكون مش عايز يظهر مشاعره الحقيقية آآ في الوقت الحالي. آآ لكن هو عايز يحقق نجاح في العلاقة. يعني ممكن الشخص ده مستني يكون هو يعني الحاجة لنفسه الاول. او هو يزبط اموره الاول. وبعد كده آآ يبتدي يتعامل معيك. او يبتدي يتكلم معيك. آآ ده اللي موجود في نوياء. الشخص ده في نويان هو هيعمل كده في الاول. وممكن اسناء ما هو بيعمل كده انت تحس بتجاهل آآ من ناحيته. آآ لكن فيما بعد الشخص ده هيجي لك بعرض حقيقي. هيجي لك بعرض حقيقي وهيتكلم معيك وهيكون فيه بينكو آآ آآ يعني انت كمان هتكون موافق على العرض اللي هو هيقوله لك ده. آآ خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة. آآ متمسك بيك الشخص ده. آآ وبيه رقبك. فيه مرقبة منه ليك او انت بترقبه آآ لكن فيه ترقب. هو بيرقبك بهدف آآ آآ الفضول. او بهدف انه هو يشوف منك يشوف منك حاجة. او لو هو بيشك في حاجة فهو بيرقبك عشان يشوف الحاجة اللي هو آآ بيشك فيها دي هل هي حقيقية او لأ. آآ هي دي طريقة المرقبة اللي انا شايفها منه ليك في الوقت الحالي يعني. آآ بيرقبك كده في آآ في السر آآ للبعض. للبعض ممكن آآ الشخص ده كان خرج من حياتك متسلل قبل كده يعني او سرق منك شيء او جرحك او عمل حاجة. فهو خايف يرجع لك في الوقت الحالي. ممكن يلجأ لاشخاص آآ آآ لمساعدته. آآ وممكن الشخص ده مكتوف منك. ممكن الشخص ده مستني يشوف منك آآ آآ يعني آآ جرين لايت او ضوء اخضر كده ان انت آآ ان انت مستعد من هو يرجع لك تاني. آآ دي كلها سيناريوهات انا بقولها لك موجودة في العلاقة يعني في كل حد يشوف المناسب به. آآ لكن في كل الاحوال شايفة متمسك بيك. آآ شايفة بيبص عليك. آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده شايف ان فيه بينكو عاء قديمي. او فيه او فيه تقاليد او حاجة بتمنع استمرار العلاقة دي. لبعضكم طبعا. آآ فخطواته القادمة الشخص ده يبقى بيبص عليك وبيرقبك. في الفترة اللي احنا تكلمنا عنها دي وممكن يكون آآ يتخفى في آآ او يعمل فيك مسلا او يتخفى في اي حاجة او كده ويرقبك او يسأل اشخاص عنك. آآ فانت هتكون شغل الشاغل في الفترة دي. آآ في ان هو يعرف حاجة عن اخبارك او كده. والبعضكم زي ما قلت الشخص ده متمكن بك ومع كده هو شايف ان فيه شيء بيمنع. ممكن يكون انت متزوج هو متزوج آآ في عائق في حاجة تخص التقاليد او الاعراف او كده. آآ في مشكلة في العلاقة دي هو الشخص ده شايف. آآ ده من ناحية خطواته. طيب اقول لكم اجابات الملائكة قبل ما نروح للاوتكم او مصير العلاقة. مش المصير المطلق للعلاقة لان آآ ما نقدرش نتكلم عن مصير مطلق لاني دي طاقات متغيرة. لكن هنقول ايه اللي جاي في المرحلة اللي جاية اللي احنا فيها. اجابات الملائكة بتقول لك آآ آآ في الاسابيع القليلة القادمة. آآ لو انت بتسأل على حاجة او شاكك في حاجة فبيقول له لك لأ. آآ آآ ممكن تكون آآ بتشك انه شخص ده عنده طرف تالك او ان هو مش بيحبك او او او. يعني يا ربي تكون لأ دي اجابة تكون كويسة بالنسبالك. ما تكونش حاجة وحشة بالنسبالك. آآ كمان بيقول لك آآ آآ في طريقة تاني افضل او في حاجة تاني افضل. آآ فانت شوف ايه اللي انت بتعمله في الوقت الحالي. فيه افضل منه. فيه حاجة افضل منه. لو انت شايف ان الشخص ده آآ مش مناسب بالنسبالك او شخص متعب بالنسبالك او مش هتقدر تكمل. ففيه افضل منه. ولو انت شايف ان العلاقة بتدار بشكل مش مزبوط ففيه طريقة اكتر افضل من دي تقدر تدير بها العلاقة طواء انت او الطرف التاني. بيقولك اه اه في شخص راجع لك من الماضي. ممكن الشخص اللي احنا بنتكلم عنه عنه ده. اه بيقولك كمان ان الشخص ده حب حقيقي وهو ده توقع مروحك. اه فيه كمان بيقولك ان اه فيه عندك مشاكل من الطفولة. او عندك مشاكل في الاهل. بيس اقولك على حاجة بور جدا الكارتة ده بيقول حاجات كتير قوي. فهنحاول نختصر. اما انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني كانتين في صال احد الابوين او مشاكل في الاسرة في الطفولة اثرت على حياتك العاطفية في الوقت الحالي. دي حاجة. الحاجة التانية. اه ممكن تكون انت في خلاص مع الاب والام. وانت لازم تخليهم يسمحوك او تحل مشاكلك مع الاسرة. الاب الام الاخوات او او كده. في الوقت الحالي بحيث انك انت حياتك اه تروح للافضل وتتحسن. ده مؤثر على حياتك. لو ده موجود. فايه كل حد يشوف اه في ايه او في مشكلة تخص الاطفال. او في حياتك العاطفية بتأثر على اه اطفالك. لو انت عندك اطفال. اه فخلي فانت خلي بالك من ده. اه فانت حاول انك تتمن انك تشيل شكوك. زنون اه او هام. اه الشخص ده بيقول لك ان هو اه في عودة شخص من الماضي. الشخص ده هو حبيبك. فعلا هو توقم روحك. اه لكن انت في عندك مشاكل خاصة بيك انت. مشاكل في نفسيتك انت. اه طيب. اه بالنسبة لللي بيسأل عن الشغل. في برج. اه وطبعا اللي مستني الاوتكم. استنوني خدنا كروت سريعة للعمل والمال واستحها. اه لان كتير قبل انتكلمي عنهم. اه العمل في عندك فرصة للعمل. ممكن بعضكم مستني فرصة او مستني اسمه ييجي في حاجة. او مستني اه اه صفر او مستني باسة هجرة حاجة كده. فده جايلك ان شاء الله وانت عندك القدرة على النجاح في ده. لو انت خايف تقدم مرة او كده فعمل ده في الوقت الحالي. الفرصة متاحة وكبيرة. اه كمان بي اه انت عندك مهارات كتير قوي. فحاول انك توسع مجال الفرص بالنسبة لك. اه لان انت اه يعني اقادر على اي شيء في الوقت الحالي. اه كمان لو انت مستني صفر او عمل او كده جهز كل حاجة. يعني ما تخليش فيه اي حاجة نقصة. اه بحيث ان الفرصة دي ممكن تجي لك في اي وقت. يعني الموضوع هيجي لك بشكل مفاجئ. اه فجهز كل ورقك خليك جاهز من كل حاجة في الوقت الحالي. بحيث ان لو جت في اي وقت مضعش من ايدك. لان زي ما قلت هي جايلك في صورة فرصة. اه لو انت في شغل بالفعل فانت هتحقق نجاح كبير ويبقى عندك شهرة كمان. وهتبقى مميز جدا في الشغل ده. وهتبقى مشهور كمان. يعني هتبقى قصيتك اه وصل لكل مكان او مسمع زي ما بيقولوا لان انت هتكون اه 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 واخد طاقة يعني بتعمل اه كزا حاجة هتبقى مشهورة عند اه رؤسائك انك شخص شاطر بتعرف تعمل كزا حاجة في نفس الوقت. كده يعني كل ده يخص العمل فانت عندك النحية العملية. فكل الاحوال انا شايفها اه جيدة جدا. الصحة اه شايفة في الصحة اه في استقرار يعني الوضع على ما هو عليه. كمان لبعض كم ممكن يستفر لعمليات تجميل او ممكن يكون شكله هيتغير في الفترة دي للاحسن. اه ممكن بقى هتستعمل حاجات ممكن هتعمل حاجات تجميلية ممكن لو راجل ممكن هتروح الجم هتحسن من جتمك لبعضكم ممكن نحتاج عنده مشاكل في القدمين او كده ممكن بسبب اه تخن او حاجة فممكن بعضكم هيلجأ للجم او لدايت او لتخسيط بايا كان يعني. ففي حاجات تجميلية وفي اه شكلك هيبقى متغير يعني هيبقى منور هيبقى اه في اه طاقة حلوة عندك قوي على المستوى الصحة او الشكل يا برج الدل. اه الاموال انت ممكن تكون طالب مساعدة من حد او طالب منحة او طالب قرد او في مساعدة انت طالبها من حد وهتجيلك ممكن من الاهل او اه في حاجة هتجيلك في البيت وفي اموال ممكن تجيلك تخص بيت انك عايز تشتري بيت او عايز تنتقل لبيت او تفتح مشروع او اه في اموال انت طالبها عشان تعمل بها حاجة اه كبيرة ففي حاجة هتجيلك سواء قرد او او منحة او حاجة زي كده انك تعمل بها حاجة اه اه تخص كده مشروع بيت حاجة كبيرة يعني مش حاجة عادية يعني. اه فدي كانت اجابات سريعة عن الاسئلة دي اه بالنسبة للعازبين من برج الدلو. العازبين من برج الدلو انت بتراقب شخص ومتحير جدا في الوقت الحالي اه متقلم تعبان نفسيا مش بتنام. اه عندك قرق كتير قوي وعندك افكار كتير وعندك لغبطة ومش عارف تحدد مصير العلاقة دي او تحدد الشخص بعد ايه ممكن كمان تكون عندك اختيارات كتير لكن انت بص على شخص معين ومش عايز تختار حاجة من الاختيارات دي في الوقت الحالي وده تعبك قوي او بتفكر فيه في شكل كبير. الشخص اللي انت بتفكر فيه ده ممكن يكون مش يسيبك اه من غير سبب او من غير ما يقول لك يعني ممكن يكون هو عنده سبب لكن مقلكش عليه. اه الشخص ده لو هو مش يسيبك فهو رجع تاني. اه لكن الشخص ده عايز يعمل حاجة او هو غير راضي عن وضع في العلاقة. اه اه ام. وعاوز يحقق رضا. عايز يعمل حالة من الرضا. يعني اه ده وضع كويس. لكن هو وضع اه فيه حاجة نقصة. يعني الشخص يعني عايزك انه عايز يوصل او للسعادة الكاملة. اه فهو الشخص ده رحل اه بسبب انه مفيش سعادة كاملة في العلاقة دي او شيء معين مفتقده في العلاقة دي. كمان ممكن يكون رايح يحسن ظروفه ويحسن وضع. اه يعمل حاجة. هو رايح يعمل حاجة وجاي تاني. هو البعد ده مش تهي. انت تعبان جدا. طاقتك سلبية او يا برج الدلو بالنسبة للعزبين. وحيرة وقلق وتفكير وصهر وكده يعني. اه طاقتك دي كمان ممكن تأثر على الشخص التاني وتأثر على العلاقة. اه انت كمان ممكن تكون بتفكر ان الشخص ده بعد عنك وراح العلاقة تالتة وهو مبسوط وشايف نفسه وكده. انت بتقول لن نفسك حاجات ممكن تكون غلط يعني ممكن تكون انت بتتوهمها في الوقت الحالي. اه بيقول لك اسأل اه يعني خلي حد يساعدك او خلي شخص يساعدك. اه ممكن تسأل شخص يكون مختص في الحالات دي او الحالات المشاكل العاطفية او الزوجية او النفسية. تسأل شخص مختص يساعدك او صديق او حد من العائلة او كده. يعني اطلب المساعدة من حد. اسأل حد ان هو يساعدك. اه لان انت حالتك صعبها جدا. فدي اجابة الملائكة لك بالنسبة للحالة بتاعتك. واو. انت عندك اه اه عندك كارتين يخصوا الاطفال. ممكن عندك اطفال في علاقة فيها اطفال بياثروا على وضعك العاطفي او انت في عندك مشاكل تاني يتلعلك مشاكل من الطفولة اه يا برج الدلو. انت انت حقيقي اه محتاج مساعدة من حد مختص. في علوم الطاقة في محتاج حد متخصص ان هو يساعدك انت يعني انك تحكي له مشاكلك ايه من الطفولة او وضعك ايه او اللي بيضايقك لانه انت محتاج حد يتعمك جوه زيتك او جوه نفسك بحيث انه يخرجك من الطاقة اللي انت فيها. واللي بتأثر على علاقاتك العاطفية. بانك انت تشك في الشخص اللي قدامك او يكون عندك مشاكل اه بتأثر عليك. اه كمان في في الرومانس انجل بيقول لك ممكن للبعد. يكون في اطفال اه بتمنع اه يعني العلاقة دي انت عندك اطفال او هو عنده اطفال. او في اطفال ما بينكو والاطفال وانتو منفصلين والاطفال دول بيأثروا عليك بالسلب. اه يعني انت حسن انك ظلمتهم او حسن ان الطرف التاني ظلمهم. اه اه او انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني مستطفى ابدا ان كل كروة الاطفال دي بتطلع في في القراءة كده يعني بالشكل ده. اه وبتطلع عندك انت. اه كمان بيقول لك ان ده حب حقيقي. وانه اه حبك الحقيقي ده محتاج منك انك اه تتبذل مجهود علشان اه يعني في الخطوات اللي انت بتاخدها تجاه وعشان تبقوا مع بعض يعني او عشان العلاقة دي تنجح او عشان العلاقة دي تستمر. فانت ما تستسلمش للطاقة التلبية او لأوهان او لكلام اشخاص. ممكن يكون لبعضكم في حد بيقولك حاجة اه كلام غلط او حد بيقوله كلام غلط. المهم في حاجة انت ما تستسلمش ليها اه وافزل مجهود بحيس انك تنجح العلاقة دي. العلاقة دي فيها اه فيها خير. وفيها حب من الطرف التاني. اه لكن فيها مشكلة. فانتو حاولوا تتخلصوا من الشيء ده او من المشكلة دي او تحلوها بشكل حقيقي. لو انت خرجت المتقصة تبصي على مشكلتك من فوق. لو انت مش قادر ترجع لشخص متخصص في الوقت الحالي. فحاول تكون انت الشخص المعالج لنفسك. ازاي بانك تخرج برا المشكلة مش انت اللي موجود فيها خالص. واعتبر ان في حد بيحكيها لك. وبص على المشكلة اه من فوق. اه بحيس انك تقدر تشوف كل الجواند. شوف وضعك انت فين? ووضع الطرف التاني فين? والاطفال دول وضعوهم ايه? او مشاكلك اللي من الطفولة دي وضعها ايه? هتقدر تحل بالشكل ده. اه طاقة الشخص التاني فيها بحث. وفيها حلول. وفيها آآ بحثة عن حلول. طاقتك انت فيها استسلام. فيها آآ يعني صعب شوية. فحاول تخرج من الطاقة دي يا بور جدا. وقلبي معيك وطبعا. العود قام بتاع العلاقة او اه او اللي جاي في العلاقة ايه? آآ او الكارت ينزل وده اللي مهم جدا السيكتس قط. يعني عودة ومسالحة وحنين واشتياء. بالبات لو انتو علاقة قديمة او انتو بفيه بينكو اطفال او انتو علاقة مع بعض بقالكو فترة يعني بقالكو اكتر من سنة كده. ففي عودة ومسالحة ومسارحة وهدية كمان واعتظار في حاجات كتير قوي. في حنين واشتياء. جيت اعمل للكارت او توضيح للكارت فنزل تاني يعني للمرة التانية في حنين اشتياء في عودة 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 بإذن الله. الشخص ده بيفكر فيك بشكل مستمر بيفكر في الطريقة اللي هو ميشي بيها او اللي انت مشيت بيها متعلق بيك الشخص ده. ممكن للبعض كان فيه فيه ظروف مادية اه خليته ان هو يبعد عشان يحطن وضعه المادي او او يعمل حاجة اه لكن الشخص ده راجع لك تاني اه ممكن متقلم بسبب انك انت بعدت عنه او هو بعد عنك اه بيبص عليك بيرقبك ممكن يكون عنده صور ليك بيبص عليها بيبص على حساباتك بيبص بيفتكر ذكريات ما بينكو لان السكسوف قبس ده برضو كارت الحنين والذكريات وكده فالشخص ده عنده حنين بشكل قوي جدا 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 يعني القبس عنده كتير قوي فمصير العلاقة اه حلو قوي في عودة في عودة بسبب ان الشخص ده مش هيقدر يقوم كل المشاعر اللي بتكتاحه او بتكتاح مشاعره في الوقت الحالي مش هيقدر يقومها عنده مشاعر ليك قوية جدا ومفتقدك وفي البعد عنك حتى لو هو اللي بعد فهو حاسس بيطمو حاسس بحزن وحاسس ان هو حد يعني ملوش حد ملوش حد غيرك فانا شايفة مشاعر قوية ومشاعر فيها احاسيس وحب وحنين وكده فحاولوا يا برج الدالو انكم الفيديو طول بتاعكم جدا يا رب اعرف احمله حاولوا تتخلصوا من طاقة سلبية وتخص التفولة تخص مشاعركو انتو مش طاقة سلبية خارجية على فكرة طاقة سلبية بداخلكو انتو يا برج الدالو حاولوا تعملوا شفاء تعملوا غيرك حاولوا تغيروا مكان حاولوا تقعدوا مع ناس تتكلموا مش تتكلموا عن اصراركو او كده اه تتكلموا تفضفضوا او تتكلموا في اي مواضيع تانية حاولوا تخرج من طاقة سلبية بالفيديو انتهى وباشكركم المتابعة برج الدالو